لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما كوين تراكيب نسب الفعل المضارع واحد صفحان مئة وانشرون بالنسبة لي استكشفه اقرأ الجمل واحدد الافعل يغرس الفلاح والاشجار ثم يسمد التربة اذا الفعل اللي عندي هنا هو يغرس جاء في بداية الجملة يغرس وكذلك يسمد اذا دائما نلاحظ الفعل مرفوع في الاخر يغرس ثم يسمد ساتجول في البستان ولن ادوس النباتات اذا الفعل الاول اتجول والفعل الثاني ادوس نسبة الجملة الثالثة يجب الاهتمام بالصناعة كي يتقدم اقتصاد بلادنا اذا الفعل الاول يجب والفعل الثاني يتقدم اخر جملة عليك ان تعمل بجده اذا الفعل هو تعمل نسبة السؤال الاول ما زمن الافعال في الجمل اذا يغرس يسمد اتجول ادوس يجب يتقدم وتعمل اذا هذه الافعال كلها افعال مضارعة اذا كنت لاحظوا الياء دي المضارعة او اليف المضارعة ونلاحظ ان الحركة دي الحرف الاخير مرفوع اذا الفعل المضارع دائما يكون مرفوعا اذا لم تسبقه ايه اداتي بالنسبة للسؤال الثاني اصنف هذه الافعال في الجدول اذا الخانة الاولى افعال مضارعة مرفوعة والخانة الثانية افعال مضارعة منصوبة اذا عندنا يغريس فعل مضارع مرفوع يسمد فعل مضارع مرفوع اتجول فعل مضارع مرفوع ادوس فعل مضارع منصوب يجيب فعل مضارع مرفوع يتقدم فعل مضارع منصوب وتعمل فعل مضارع منصوب اذا فعل مضارع مرفوع وليك تكون عنده ضمة في الاخر وفعل مضارع المنصوب وليك تكون عنده الفتحة في الاخر في حركة في الحرف الاخير. بنسبة للسؤال الثالث املأ خانات الجدول بكلمات من الجمل ثم اذكره سببها نصب الفعل المضارع. اذا سناخده فقط هاد الافعال المضارعة المنصوبة. بنسبة للفعل الاول ادوسة. اذا الاصل لهذا الفعل هو ادوسه. ولكن على الشيء? اصبح منصوبا. سنشوفه في الجملة. اذا سبقته ادات نصبي لن. لن اذا كان مرفوع. ولما سبقته ادات نصبي لن اصبح منصوبا. اذا الاكلمة التي قبله هي لن. يتقدم. اذا كان لحظه. كي ادات نصب. كي اذا اصبح منصوبا. واخيرا تعمل ان. اذا كان الفعل مضارع مرفوع. لما دخلت عليه هذه الادوات الثلاث. ادوات النصب. اصبح منصوبا. ادوسة. يتقدم. وتعمل. اذا كاستنتاج لكل ما رأينا. يكون الفعل مضارع في الاصل مرفوع. اتجول يجيب. اذا كل هذه الاصل في الفعل مضارع يكون مرفوعا. يغريسو. العبو. يصير الفعل مضارع منصوبا. اذا سبقه حرف من حروف النصب. هاد الحرف من حروف النصب. وما هدولي تعرفنا له. لن وكي وأن. انه لن كي هدية حروف النصب او ادوات النصب. انه ستكون عدنا يغريسو. ادخلنا عليها انه تقول لي ان يغريسا. يلعب ان اللعبا. اه تتأخر لن تتأخر. العبو كي العبا. اذا فاش كالتدخل عليها هذه الادوات دي النصب. الفعل مضارع لا يبقى مرفوعا. وانما يصبح منصوبا. يصبح منصوبا. بل فقرة اتبقه. ادخل حرفا من حروف النصب هادو. انه لنه كي على الافعال المضارعة في الجمل واكتبوها. اعمل بجد تنجح. اذا ادخلنا هاد الحرف من هاد الحرف هاد شنو غادي نقول اعمل بجد كي تنجح. ما غاديش يبقى مجزو ما غادي يقول لي منصوب هاد سبقتو اداتو نصبي. اعمل بجد هذا ما تعلمتو من هذا ما تعلمتو من الفلاح. اذا غادي ندخل ادات النصب ان غادي نقول ان اعمل بجد هذا ما تعلمتو من الفلاح. اذا جملة الثالثة يؤدي الاطفال حيوانات المزرعة حين يزورونها. اذا غادي اندخل ادات النصب لن لن يؤدي اطفال الحيوانات المزرعة حين يؤدونها. لكن ما كنلاحظه فاشدخلنا هاد حرف ديال النصب على هاته الافعال التلاتة. اصبح هذا الفعل منصوبا. اذا هذا هو الدور ديال هاد الادوات النصب انها تنصب الفعل المضارع الذي كان في الاصل فعلا مضارعا مرفوعا. اذا الى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس نصب الفعل المضارع. الى اللقاء في الدرس القادم. اشتركوا في القناة